وعايزين الخلاط بقى نطلعه علشان ايه طلعولي جاهزولي الخلاط هناك نتشغل في الصلطة الحلوة بتاعتنا بتاعت الحمص بالطحينة علشان نعمل الصلطة كده عبل ما يبرد اللسان وهقول لكم فكرة حلوة قوي يعني فكرة الناس اللي بتحب الحمص طبعاً حمص الشام بيتسلق كويس وده مهم في الموضوع ولو حضراتكم بتستخدموا الجاهز يبقى الاهم منه ان انتو تنظفوه او تصفوه وتشتفوه تحت المياه من المادة الحافظة بتاعته مهم قوي ان احنا ما ناخدش المادة الحافظة اللي في اي حاجة معلبة خلص لازم تتشط في اي حاجة في البقليات اي حاجة نشطفها كده في مصفة ونبدأ ناخده ونستخدمه ونحط معاقل ايه الحاجة بتاعتنا اللي هي الطحينة نسبة من الطحينة وطبعاً الطحينة احنا عملناها في البيت وانا منزلها على الصفحة الشخصية حضراتكم تقدروا تشوفوها سواء بالسمسم او بالفول السوداني وعملنا كمان مع بعض يعني تقدروا تعملوها في البيت تحتفظوا بيها شوية بس المهم انها في الصيف بتفصل فما تخلوهاش برا لان هتلاقوا جزء الزيت فصل وبقت هي الجزء من تحت هي بس ده في الصيف عشان الحر لكن هي في التلاجة كويسة هي في الشتاء كويسة الطحينة دي اصلها مصري مصري بحت لكن بقى مين اللي حط يطار الطحينة على الحمص دول الشوان طبعاً تحية ليهم لانها كانت ملحجات الرائعة هو طبعاً الشام اهل الشام طبعاً كلهم هم يعني بالنسبة لهم موضوع الطحينة بالحمص دي وبصراحة بيعملوها بطريقة رائعة 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 تحية ليهم الحقيقة يعني بزيت الزيتون وليها كده تكنيك عندهم عايزة تلجي محمد الحاجات دي كلها يعني ليها اصل بصوا بقى انا هاخد كده كمية من الحمص حمص ده تسلق زي ما قلنا حمص الشام و هننزل المقادير لحضراتكو دلوقتي ممكن ازود شوية كده هنا كده يعني عايزة عمل شوية حلوين كده الحمص بيبقى نسبته اكتر شوية من الطحينة عشان حضراتكو بس تبقوا عارفين طيب وي عندي شوية الطحينة خام طحينة من غير اي اضافات بصوا حلوة قوي نعمل كده هناخد التوم طبعا تحب التوم وعندي بسم الله الرحمن الرحيم الطحينة بسم الله طحينة دي من الحاجات المفيدة جدا ويا سلام لو انتو عاملينها في البيت رائعة ولا اضافات ولا غيره و هاخد كده رشة من الملح هاخد رشة من الكمون تسلم ايدك يا محمد رشة كمون رشة فلفل بسيطة اختياري يعني لو انتو حابين وعندي التلج تلج ده مهمة قوي و هاخد زيت الزيتون كمان هصب من فوق هنا زيت الزيتون ونعمل سلطة حمص بطحينة رائعة ان شاء الله شوية التلج دول مهمين في ايه بقى يد وقوام هون مصور بيقولي اه عدلي بقى اتعدل بيد قوام وتخليها نعمة قوي وتديها لون فاتح جميل خاني يقلب بس دول كده انا بنزل الزيت هنا اه ده صوت التلج بسم الله كده بس تيدخل في النص عدية هنا هجيد معلقة احسن من دول بسم الله معلش عشان انا بعملها بخلط طبعا هي في الكبه ازل بس ما فيش مشكلة اهو بس هدوقوا بقى احلى صلطة حمص بطحينة ان شاء الله بإذن الله بسم الله شايفين ازاي؟ تمام لا هي هتزبط معنا وهتبقى روعة دلوقتي وهتصفوها رائعة حالا بصوا بس انا لازم اقلب كده بس عشان الخلط ما تقلش عليك اهو شايفين ان هو قوام تقيل؟ شايفين اللون؟ اه ايوا ايوا لازم نرايح الخلط عشان ما يتعبش اهو انا حطم هنا فيه خرم كده بينزل سلسون بسيط عشان اهندل الايه ازاي بصوا بدأت تدخلط اهي خلاص اخر اخر ضربة اهو شايفين؟ شايفين روعة والقوام ازاي؟ شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ بتبايد الطحينة حلو التلج ده مهم قوي ما يخليهاش اولا يديها قوام تقيل زي ما حضراتكم شايفين كده زي ما بنكلها تلاقوها سقيلة كده في الطبق ويهرس الحمص كويس بسم الله شايفين اللون بدأ يفتح حطينا ملح حطينا فلفل حطينا رشة كمون حطينا التوم خليني يقلب تقليبة كمان اخيرة بس عشان تشوفوا بصوا القوام عايز اتاخد بس خلطة اخيرة انا ممكن اعمل ده خلطة الاخيرة بقى اللي هي دي انا اعمل عشان مزعقش حضراتكم لازم تدقوها مش هينفع حضراتكم ما تعملوهاش لازم تدقوها انا عايز اكو تدقوها كمية الحمص حوالي مثلا انا عملت اقد ايه دي مثلا اتنين كوب على نص كوب طحينة او كوب اللا ربع حطيت معلقة كبيرة توم كمون ملح شوية فلفل وشوية التلج اللي انا حطيتهم خمس ست مقعبات تلج وضربتهم مع بعض وشوية زيت زيتون وتعالوا بقى ان اقفل عشان تبقى كده فيها قوام نعم انا هضربها عشان مزعقش حضراتكم